بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الإنحرافات في السابق أخذنا التحليل الثنائي في التحليل الشامل لإنحرافات التكاليف الإضافية والآن مع التحليل الثلاثي الإنحراف الإجمالي بيساوي التكلفة الإضافية الفالية ناقص التكلفة الإضافية المعيارية المحملة المستوعبة لما يحلل المرض يحلل ثلاث معادلات في السنائية كانت اثنين هنا ثلاثة فيه إنحراف إنفاق وإنحراف كفاءة وإنحراف الحجم إنحراف الإنفاق بيساوي التكلفة الإضافية الفالية ناقص التكلفة المعيارية للمدخلات الفالية إنحراف الكفاءة يبدأ من حيث انتهى إنحراف الإنفاق إنحراف الإنفاق انتهى بكلمة للمدخلات يبقى أبدأ بيها التكلفة المعيارية للمدخلات الفالية ناقص التكلفة المعيارية للمخرجات الفعالية انحراف الحجم يبدأ من حيث انتهى انحراف الكفاءة حراف الكفاءة انتهى بالمخرجات ابدأ بالمخرجات يبقى التكلفة المعيارية للمخرجات الفعالية ناقص التكلفة المعيارية المحملة لو احنا جمعنا الثلاثة دولة مجموحهم لازم يرجعك للانحراف الإجمالي تبتأكد كده المدخلات هنا بالايه بالسالب هتروح مع المدخلات هنا بالموجب والمخرجات هنا بإشارة سالبة تروح مع المخرجات اللي هنا يتبقى لك في المجموعة الثلاثة تقول إليه وجمعتم على بعض يتبقى لإضافة الفعالية اللي هي دي ناقص المعيار المحملة اللي هي دي طيب في ملحوظة كمان ألما بأن التكلفة المعيرية للمدخلات تسمى الموازنة المارنة مدخلات والتكلفة المعيرية للمخرجات تسمى الموازنة المارنة مخرجات ويتطلب الأمر خمس عناصر في التحليل السنوية يكون من حدد أربع عناصر المرض هي خمسة هم الخمس حاجات اللي عايزين حددهم رقم واحد تحديد معدلات التحميل نفس النظام معدل التحميل الشامل إضافية مخططة أو تقدرية على مستوى النشاط التقديري أو المخطط وقسم إلى معدل التحميل المتغير اللي هي إضافية متغيرة على مستوى النشاط معدل التحميل السابت اللي هي إضافية سابتة على مستوى النشاط رقم اتنين التكاليف الإضافية الفعلية غالباً بتكون معطاً تلاتة التكاليف الإضافية المعيارية المحملة المستوعبة اللي هي ساعات معيارية للوحدة في الإنتاج الفعلي في معدل تحميل متغير زائد القص الثاني برضو نفس الكلام ساعات معيارية للوحدة في الإنتاج الفعلي بس في معدل تحميل ثابت رقم اربعة تكلفة معيارية للمدخلات أو الموازنة مرنة مدخلات بتساوي ساعات التشغيل الفائلي في معدل تحميل متغير زاد السبتة المخططة خمسة تكلفة معيارية للمخرجات أو الموازنة المرنة مخرجات بتساوي ساعات معيارية للوحدة في الإنتاج الفائلي في معدل تحميل متغير زاد السبتة مخططة إيه الفاري من 4 و 5 هنا في أربعة كتل المدخلات بتعتمد على ساعات التشغيل الفائلي ساعات التشغيل اللي دخله تتشغل طب ليه المخرجات الانتاج الفائلي اللي هيخرج بقى يبقى ساعات مالية لوحدة في الانتاج الفائلي اللي بيخرج لنا شكايا سمناه مخرجات